أعلنت الحكومة اليابانية عن تقديم منحة بقيمة مليوني دولار لوكالة الأنوروى لتشغيل وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين وإعلن عن هذه المنحة خلال زيارة ميدانية للسفير الياباني في الأردن إلى مخيم البقعة التي شملت المركز الصحي ومدرسة البقعة الابتدائية المختلطة الأولى والتي تم تمويل بنائها الجديد من الحكومة اليابانية في عام 1995 وقال السفير إن المنحة تهدف إلى دعم القطاع الصحي وتمويل خدماته وتوفير الأدوية الأساسية لجميع مراكز الأنوروى الصحية في الأردن إضافة لتحسين البيئة الصحية في المجتمعات أو في المخيمات في حين دعا القائم بأعمال مدير عام دائرة أشؤون الفلسطينية نضال حداد المجتمع الدولي إلى توفير الدعم المالي الذي تحتاجها الوكالة للاستمرار في تقديم خدماتها مدير عمليات الأنوروى في الأردن قال إن الدعم يأتي في وقت يشعر فيه اللاجئ الفلسطيني في الأردن أنه طي النسيان في ظل انشغال المجتمع الدولي بتسارع الأحداث في المنطقة النسيان في الدرن النسيان في عمليات الحديثة أخرى في المنطقة في المنطقة في المنطقة في السنواري في المنطقة في المنطقة في المنطقة الوكال ليسوز reporter لrika ما يؤمن معزة في المنطقة الوكال وذلك عامنا نتعرض على المدينة 24 في السابق المتحدة في المتدينة نحن نقل أن نجد المساعدة المساعدة التي نحتاجها على مدينة 5 ملينة رفقائيين تتعرضون على إعطاء حياته ونحن نجد أن نحن بإعطاء حياتهم ونحن بإعطاء حياتهم this is a right for every person to go to school for their children to be treated when they are sick and to be worried with assistance when they are poor